أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ خلال تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أن طلب المناقش العام المقدم بشأن تصنيع الزراعي يستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائي وتقليل الفاقد منه فضلا عن إضافة قيمة اقتصادية من خلال زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص العمل وزيادة حجم التصدير نحن كلجنة زراعة ورأي في المجلس نرى أن مشروع الزراعة مرتبط أساساً بمشروع التصنيع الزراعي لأن نحن النهاردة في خطة قومية كاملة في عملية زيادة مساحات الأراضي الزراعية بحوالي 4 مليون فدان ده يتبع طبعاً وجود عندنا انتاج مفروض الانتاج ده إما يوجه لسوق المحلي أو للتصدير وفي كلتاً الحالتين وبالذات في محاصيل الخضر والفاكهة محتاج إعادة تصنيع لأن القيمة المضافة عالية وبيقلل من الفاقد في محاصيل سريعة التلف وبيدينا فرصة الزراعية بتقدر بتحقل لنا موارد السجدية أهم حاجة من الصلاع دي مبنية بالكامل على خامات محلية كل الجهات الممكن تكون موجودة في موضوع التصنيع الزراعي زي وزارة الزراعة وزارة التنمية من الحلية وزارة التجارة والصناعة الجمعيات الزراعية المستثمرين زيادة نفسهم أصحاب المصانع التجار اللي بتعاملوا في السلعة دي المزارعين زيادة نفسهم لو احنا عملنا تكامل بين كل ذولت هيبقى عندنا المشكلات بتطرح في مكان واحد على طربيزة واحدة بنشوف الحلول بتاعها وفي وجود الجهات الأخرى عشان ما تصطدمش ببعضها نناقش طلب من ناقشة مقدمة من السيد المهندس عبدالسلامي الجابل الرئيس لجنة الصلاع لبيان سياسة الحكومة في تشجيع التصنيع الزراعي الموضوع طبعا ده موضوع مهم جدا موضوع لو مشينا فيه وشجعناه حيدرها مش ربح أعلى للفلاح والمنتج الزراعي بصفة عامة وبالذات احنا توسعنا في الفترة الأخيرة في زراعات الأراضي المستصلحة الجديدة لكن هناك بعض المعوقات اتكلمنا فيها وطرحناها النهاردة للمناقشة